يبدو أن الأمور تتجه نحو عدم عقد جلسة ليوم السبت لكن هناك تحشيد أنصار التيار الصدري مستمر ما تفسير ذلك برأيك؟ السلام عليكم وعليك 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 تحية لكم والضيوف ولي جميع مشاهديك عن عبد الجلال العزاء سيدتي الفاضلة بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وعليه الطاهرين أقول أن الشارع الصدري الذي خرج إلى ساحة التحرير تزامنا مع أيام عاشوراء لديه هدف كبير وهدف سامي وهو السعي باتجاه مشروع الأصلاح ومشروع الأصلاح الآن يواجه أكثر من عقب عقبت العناد الذي تماد به الأخوة في الإطار وعقبت القضاء الذي يسوف ويماطل في مسألة التسريبات التي أربكت المشهد السياسي بشكل كبير نعم فهؤلاء المتظاهرون يقولون حتى وإن تم إلغاء الجلسة فإننا لن نذهب بل سوف نبقى احتجاجا على المحكمة وعلى القضاءات الذين لا يسعون إلى فتح بعلقاتها على ظلم أن السيد المالكي نفسه طالب بهذه المحكمة على قناة العهد قال أنا أرفع قضية على الإعلام على فاضل وعلى فاضل امتثل لهذا الأمر وهناك دعاوة قدمت من قبل كثير من الحقوقيين للمطالبة في فتح هذا الملف والبت فيه لأنه يمثل مسألة أمن وسلم مجتمعية وبالتالي على الجميع أن يعرف نتاج هذه التسريبات فحتها من عدم الصحة وفق الجنة مقبولة لدى الجميع تكون مشتركة من الخضراء العراقيين وخضراء من خارج العراق لضمان سلامة وسلاسة التقرير وهذا ما يسعى إليه الانتفضون خارج المنطقة الخضراء فالمسألة ليست فقط مسألة تأجيل جلسة البرلمان فربما تؤجل يوم غد وبعد ذلك تحدد يوم آخر لم يصدر من السيد السوداني أي اعتبار عن تسمم هذا المنصر لقادة الإطار فمن شكل هذا أجلت هذا التأجيل مجرد مخدر وقتي لا يعالج الأزمة بما هي أزمة التيار الصدري ينتظر أكثر من موقف ينتظر من السيد السوداني أن يتنحى عن هذا الترشيح ينتظر من الطار الذهاب إلى حكومة مستقلين بعيدين عن التبعية لقوة الإطار تنهض بأزمات المجتمع العراقي ومشاكله وتمرر الميزة موازنة وتسعى إلى محاسبة الفاسدين وتؤسس لعملية التقال سلمي للسلطة عبر إجراء انتخابات مبكرة ويطالب هؤلاء المحتجون بسقف زمني لمحاكمة في قضية تسريبات السيد المالك لذلك هم لن يسحبوا حتى وإن أجلت الجلسة لأن هذا التأجيل كما يعالج الحمة ولا يعالج أسبابها شيخ حسن الرفض المطلق لأي مرشح يعني إبقاء الأمور دون حل حلة كيف تتم معالجة هذه الأمور ما قدنا رفض مطلق لأي مرشح نحن نقول يذهبون إلى شخص من خارج الإطار وهذا ليس بالأمر المستحيل كما ذهبوا في زمن عادل عبد المادي كما ذهبوا في زمن الكاظم يذهبون إلى أي شخص آخر حتى أن البعض يرفض الحكومة تصريف الأعمال فجاءت التغريدة أنها خير من حكومة تعطيل الأعمال نعم نحن بالنسبة لنا يعني لا نرى أن الأمهات الأراقيات قد عقمنا من ولادة رجال قادرون ولديهم صفات أكاديمية وتاريخ نظيف ولم يتورطوا بملفات فساد ولديهم الرغبة في إصلاح الشأن العراقي لكن هذه الطبقة السياسية شكلت عازلة ما بين القوى التي تريد الخير لهذا البلد وما بين قوى تسعى لأن تستأثر بالسلطة لدينا أساتداء كفاء ولدينا الكثير من الاقتصاديين الذين يستطيعون النهوض بهذا البلد ولدينا كفاءات داخل العراق وخارجه ممن يشار لهم بالبنان في الجامعات العالمية من ضير أن يؤتى بشخص ويشك الكامين تبدون تدخل ويسعى لإدارة هذه المرحلة بالتعاون والتوافق مع الإطار في داخل البرمان والتعار الصدري في الشارع العراقي لتنهب هذه الدولة بأعبائها هذه الحكومة بأعبائها بدلا من أن تأتي حكومة حتى لو كان السيد السؤلاني عنده كما يقول البعض إنسان غير منتمي لحزب الدعوة ولا يمثل التوجه الإديولوجي لها ولديه تاريخ غير معبئ بملفات الفساد نقول ما دام هناك مقاطعة ما بين مسار الأصلاح الذي يملأه الشارع العراقي الآن وما بين مسار المحاصصة فلن ينجح حتى لو كان قائدا فيه كل المواصفات لن ينجح إن لم يعتمد على الشعب ويمده الشعب بمصدر طاقة ويمده البرلمان بالتعييد والمؤازرة عند ذلك يستطيع أن ينهض بأعباء الفقيلة قد حلت بشارع العراقي وتراكمت نتيجة هذه المحاصصة لمدة سنوات طويلة طيب ماذا عن الخطوات التي أعلن عنها السيد الصدر بعد تظاهرات اقتحام المنطقة الخضراء وخصوصا أنه أكد على السلمية واتباع القانون لا الخطوات أي خطوات تقصدين يعني خطوات محددة لو أنت تسألينني عن الخطوات لا الخطوات التي أعلن عنها السيد الصدر بعد اقتحام المنطقة الخضراء حين أكد على السلمية واتباع القانون نعم سيدتي الفاضلة التيار الصدري الآن اتشاهدناه في تظاهرتين كبيرتين جدا التظاهر الأولى الصلاة المليونية هل صدر منها اعتداء على أحد اعتداء على رجل أمين تجاوز على الممتلكات العامة التار الصدري لديه مرحلة جديدة يريد أن يشكل من خلالها استحقاط كبير لهذا الشعب أن تكون لديه قيادة تمثله بأفضل تمثيل وحينما دخلوا إلى البرلمان لم يصدموا بالقوات الأمنية لم يسيئوا لأحد كانت مظهر دخولهم إلى البرلمان أفضل من مظهر دخول الأمريكان إلى البيت الأبيض وبالتالي أنه لا يخشى من التيار بأي ذر أحد إلا أولئك الذين يتجاوزون على إرادته ويحاولون كسر إرادته الإرادة الوطنية الخالصة للإصلاح لو كانت هناك إرادة ضيقة لدى هؤلاء الشباب المؤمنين الذين خرجوا إلى الشارع فإننا لن نقف بظهرهم ولن نؤيدهم بل حتى أن سماحة السيد السدر قد أوفد خلال دخولهم الأول إلى البرلمان يوم أمس أوفد من سياسية التيار ومن رجال الدين والقيادات المعروفة في التيار السدري من يضبط إيقاء حركة هؤلاء المنتفذون ويحاول أن ينظم فعالياتهم السلمية والحضارية وبالتالي انسحبوا بكل سلاثة دخلوا بسرعة سريعة وخرجوا من دون أي مشاكل شكلة نعم طيب شيخ حسن بالنسبة للانتخابات المبكرة الجديدة هل باعتقادك هي السبيل لإنهاء هذا الخلاف السياسي؟ هي ليست السبيل لإنهاء هذا الخلاف السياسي لكن الطريق يا سيدتي نحن أمام مساران مسار المحاصصة ومسار الأغلبية مسار الأغلبية حينما صار بيد التيار حاربه الآخر وعطلوه بثلثهم المعطل التار الصدر يقول بما أننا وصلنا إلى هذه المنطقة المغلقة خذوا المقاعد وأسسوا أنتم إلى مسألة الأغلبية أصروا على مسألة المحاصصة وصارت مقدسة لدى القوم ويريدون أن يوزعوا المكاسب والمغانب حتى يسكت الجميع ولا تتشكل لدينا حالة برلمانية ناضجة تحاسب المخطئ والمفصد والغير صالح للوطن بالتالي لا مفر من هذا الانغلاق ومن هذا الانسداد إلا بالذهاب إلى انتخابات أخرى تفرز معصصة أغلبية يستطيع أن ينهض بهذه المهام وإلا إذا بقي الحال هكذا ستبقى هذه الطبقة السياسية معزولة عن الشارع العراقي وسيبقى الشارع العراقي منتفضا على هؤلاء ولا نصل إلى نتيجة والتحديات كبيرة ونحن بحاجة إلى حكومة يعزرها الشعب وإلى حكومة تمثل الشعب وإلى شعب يقف في ظهرها ويؤيدها لكي يتصل به إلى بر الأمان طيب ماذا عن السيد الحكيم حين وصف أمن العراق بالخط الأحمر وأن ما يجري من خلافات في البيت الشيعي يراد به الفتنة يعني من الذي له مصلحة في إدامة هذه الخلافات برأيك يعني من خلال التسريبات التي سمعناها للسيد المالكي وقال فيها اقتع وقت السياسة ولا هذا وقت الحرب وبدأ يجيش الجيوش ويغيق الميليشيات يبدو أن هذا الطرف هو المعنى بهذه القضية وبالتالي حينما سلمهم التيار صدر هذه المقاعد ليكون الاستحقاق لطار التنسيق هو استحقاق مسؤولية وليس استحقاق غنيمة تشريعية كان عليهم أن يرضوا هذا الشارع الذي جعلهم الكتلة الأكبر والذي جعل له فرية في الاختيار أن يختاروا شخصا له مقبولية داخل الشارع العراقي بعيد من قيادات الإطار وتبعيتهم خصوصا بعدما رفع السيد المالكي ما بين المزدوجين نظاما جليدا حينما قال إذا لم نأخذ من القبق الأولى من الإطاريين شخصا لرئيس الوزراء نذهب إلى الخط الثاني والخط الثاني إذا انتخذنا من واحد لابد أن يكون الآباء راعون لهذا الرئيس الوزراء بمعنى أنه سيكون واجهة والسيد المالكي ومن معه سيسيرونه كما يشاء فمعنى نحن عدنا على قبلة المثال العراق يصديه جميع إذا لول مالكي لول مالكي بوجه آخر فعذا غير مقبول لدى التيار السدري وغير مقبول لدى الجماهير التي تؤيده سواء من التيار أو من خارج التيار طيب هل تتوقع أن يتمكن الوفد التفاوضي المشكل من قبل الإطار فك شفرة الخلافات وترطيب الأجواء المتأزمة حقيقة يعني كل وفد يسعى بهذا الاتجاه يعني سعيه مشكور ما لم يصر على ثوابت يرفضها التيار السدري همالك منجز على الأرض قدمه التيار السدري على طبق من ذهب للإطار لا يستغله ضد التيار على الإطار أن يعلم بأن إمكانيته على اتخاذ القرارات جاءت بفعل التيار السدري وليس بقدرته على الوصول إلى هذا المقام الذي من خلاله يستطيعون ترشيح رئيس الوزراء حينما أراد السيد مقتد السدر أن يشكل الأغلبية واخترح عليهم السيد جعفر السدر وهو أبن زعيم حزبهم وأبن زعيم كل الحركات التي تمتني إلى الإطار ماذا قالوا؟ رفضوا ذلك ووقفوا بالثلث المعطل وصاروا يشتركون الشروط على جعفر السدر وما شابه لماذا لم يقلوا دعونا نجرب التيار السدري ونظام الأغلبية ونجرب السيد جعفر السدر ونرى ماذا يسمعون ثم بعد ذلك نعطل أو لا نعطل لماذا الآن يريدون أن يعقسوا القضية ويفرضوا علينا بمقاعدنا الانتخابية من يتخالف مع مشروعنا ويريدوننا أن نجربه لماذا نجربه؟ لماذا لم تجربوننا أنتم؟ نعم حينما كانت القرى بملعبنا وحينما قد علتم يلا أصلحوا أنتم هذا الحال لهبتم إلى شيء يعاكس من طلقاتنا ويخالف مساراتنا وتريدوننا أن نسبت ونجرب ما الذي حصدناه؟ الشارع العراقي من أوله إلى آخره يشكو قلة خدمات كأننا نعيش في القرون الأولى من الحضارة لا كهرباء لا ماء لا غيره لا وظائف لا معيشة حياة جعيم بالعراق الكل يتمنى أن يهرب من هذا البلد لماذا؟ لماذا هم يصرون على هذه الآلية في الافتيار وهذه العطلية في التفكير وهذه القرارات الاستبزازية والإصرار عليها نعم يعني حينما يخرج الشارع بدلا من أن يسعون إلى تهديئة الأمور يصرون على مرشعين نعم ويطالبون الآخر ويتهمون الآخر بالفتن اشتركوا في القرآن ترجمة نانسي قنقر